أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد تكليف الوزير عمرو عاد الحسني للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام وحصل الوزير عمرو عاد الحسني على لسنس الحقوق وعلوم الشرطة والتحق للعمل بهيئة الرقابة الإدارية في عام 1995 وتدرج في المناصب المختلفة حيث أشغل بها جميع الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب رئيس جهاز الخدمة السرية في عام 2015 ثم نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في عام 2019 وشارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وانتحال الصفة كما سهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية